حالة من الترقب تنتاب التشكيلات السياسية والقوائم الحرة قبيل الإعلان على القائمة النهائية للمترشحين المقبولين في غمار تشريعيات جوان قوائم تسعى السلطة المستقلة للانتخابات بكل ما أوتيت من صلاحيات على أن تكون قوائم جديرة باعتلاء قبة البرلمان ولعل أبرز نقاط التحقيق هو إثبات المترشح لوضعيته تجاه الإدارة الضريبية مع ضمان ابتعاده عن أواصط المال الفاسد والأعمال المشبوهة سننتظر أن كقانوني أنتظر ماذا يحدث ما هو اجتهادها ولكن فقط هذه الاجتهاد لابد أن يضمن ضمانة أكثر والمساوات ووضوح القرار لأن القرار يكون تعليل طبعا قانوني وصريح وواضح لأنه ويستند على الضمانات التي هي مقررة للمترشحين عملية المراقبة والفصل في الملفات على وضوح قوانينها وتوفر شروطها يراها مراقبون أنها تحمل من الصعوبات ما قد لا يكون لهيئة شرفي أن تتحمله خلال 12 يوما قبل الإفصاح عن القوائم النهائية سيكون الأمر صعبا تلي هو تمرين واختبار صعب ولكن هو تقريبا كان ضروري لأن الجزائر لهذه الانتخابات هي للقطع مع الفساد خاصة الفساد يعني على الأقل في مرحلة أولى ننتهي من تأثير الفساد على الانتخابات وإذا نجحنا فيه فهذا على الأقل خطوة من أهم الخطوات الجديدة تحديات كبيرة تواجهها هيئة شرفي خلال دراستها المعمقة لملفات المترشحين أهدفها في ذلك إبعاد المال الفاسد عن مقاعد البرلمان المقبل بالمقابل استبعاد مئات المترشحين من خوض غمار التشريعيات ترجمة نانسي قنقر